اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صد الله يعني في هذه الليلة جميلة العطرة يعني نستحضر فيها هذه الذكرى الجميلة ذكرى هجرة الرسول عليه السلام والحقيقة في ذكرى الرسول عماتنا نحن دائماً في ليلة العطرة وجميلة وسعيدة خلينا نرجع إلى ذكرى هجرة الرسول يعني العبر احنا بنكلم على بقى رحة الهجرة يعني شفنا لسه الأغنية الجميلة من فيلم الشيماء وشفنا غار ثوري وشفنا العنكبوت ونسجة وعشاشة حمامتين أولا ماذا صحة هذه المعلومات في رحلة الهجر هل فعلا العنكبوت اتناسج على الغار هل فعلا كان فيها حمامتين وعيدين نتكلم عن المآثر بقى للصديقين الرفيقين في رحلة الهجرة أبي بكر وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الأول هنشوف بس الجزئية كده نخش على طول على موضوع الغار عايزين نشوف الأخذ بالأسباب النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة أنه لابد في كل موضوع لازم تاخذ بالأسباب لكن أن يكون القلب ما يتعلقش بالسبب وإنما يتعلق برب الأسباب ويعلم أن الأسباب وحدها لا تنفع ولا تضر إلا بأمر مسبب الأسباب أنا أخذ بالأسباب وأتوكر على الله سبحانه وتعالى الرجل جاء بالناخ وقال للرسول صلى الله عليه وسلم أعقلها أما أتوكل قال أعقلها وأتوكل خذ بالأسباب وأتوكل على الله سبحانه وتعالى هو صدق اعتماد القلب على الله في استجلاب المصالح ودفع المضار في أمور الدنيا والآخرة النبي صلى الله عليه وسلم من بين الأخذ بالأسباب أن نوع السلام خل أبو بكر يعد الراحلتين اللي هم هيسفروا بيهم هيهاجروا بيهم من مكة إلى المدينة فظل هو يعرف الراحلتين ويهتم بيهم أكلوهم وشربوهم لحد ما إيه ما شاء الله بقى سحيتهم زالفل عشان يقدر هاجروا على اتنين الحكاة الثانية اتخذ دليلا كان دليل ما هوش مسلم كان مشرك بس كان مشرك ولكن يعني عنده شهامة وعنده وفاء وعنده صدق وما كانش عنده أي نزعة غدر لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بأبي بكر فالنبي كان متطمنه جدا اسمه عبدالله ابن أبي ابن قريقت رغم أن أقول لكم مسلم وما أسلمش ورغم ذلك كان عنده شهامة عجيبة جدا وكان عنده صدق وأمان وحفاظ على السر لا يخطر على قلبه بشر الحاجة الثالثة الاختباء كان جندي من جنود الله سبحانه وتعالى إن النبي يختبئ صلى الله عليه وسلم فيه مكاني مارف للما بعد ذلك يختبئ في الغار صلى الله عليه وسلم العاجيب في الموضوع إنك تجد إن النبي صلى الله عليه وسلم وخارج بigenous وطبعا المشركين عرفوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود جوا فخرج بقى وهو بيقرأ قول المولى عز وجل وجعلنا من بين أيديهم مسداً ومن خلفهم مسداً فأخشناً فهم لا يبصرون وماسك حفنة من طراب وعمال يحط على رأس كل واحد منهم شوائي طراب وكلهم ناموا الشباب اللي ما شاء الله اللي كانوا أقوياء وكل واحد منهم مازك سيف مسموم علشان يقتل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومع ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا ينجيه كان ممكن النبع للسلام وعلى فكرة ده كان أمر بسيط جدا إذا كان حصلت الإسراء والمعراج سبحانه الذي أسرى بعبده ليلى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وبعد كده عرج به إلى السماوات السابعة طب مدام ربنا سبحانه وتعالى يسر له الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في جزء يسير جدا من الليل لا يتعدى ساعتين ثلاثة وبعدين منعراج إلى السماوات العولة وبعدين يرجع مرة تانية في جزء صغير من الليل طب ما كان الأمر بسيط ما كان النبي يدعو ويقول له خليني نروح المدينة من غير لا عد على الكفار ولا مشاكين ولا يستخبلهم ولا يستخبولي ولا يحصل أي مشاكل ولا يلقاء ما بينه ما بينهم وكان قادر المولى عز وجل أن ينقله مباشرة هو أبو بكر الصديق بالراحلتين اللي معهم يوصلهم من مدينة في لحظة وأقل من لحظة لأن ربنا سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يكون له كن فيكون لكن النبي حب يعلم أميته خده بالأسباب وتعابه شوية وتوكله على الله وخلى عنده حصن ظن بالله سبحانه وتعالى خرج النبي صلى الله عليه وسلم وراحه وأبو بكر وخرجه من الباب الخلف للبيت وبدأت رحلة الهجرة طبعا كان الشيء جميل برضو منضم الأخذ بالأسباب طريق المدينة هيوصل فيه لكده لأن يمشي كده العكس يمشي العكس في فترة شوية لحد ما هم يفضلوا يدوروا على النبع السام ويدوروا على أبو بكر وبعد كده يفقدوا بأثرهم وبعد كده يقاسوا فيرجعوا فرح عمل كده وبعدين دخل الغار قعد فيه ثلاثة أيام وهو في الغار طبعا وهو في طريق الغار كان حاجة بقى عجيبة جدا مواقف في غاية الروعة تقرأها تبكي لأبو بكر الصديق حاجة الأول لما النبي أصلا رحله في الأول خالص قال له لقد أذن لي بالهجرة ماذا صنع أبو بكر بكى وقال الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله تقول أمنا عيشة فما رأيتم إنسانا على وجه الأرض يبكي من شدة الفرح إلا حينما رأيته أبي وهو يبكي من شدة الفرح فرحا لي أبو بكر الصديق وهو عارف يقينا أن السيوف المصلطة تنتظر رقبته ورقبت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الناس يقفين بره مستنينهم عايزين يقتلوهم ويقتلوا كل اللي ماشي مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك يقوله الصحبة كأنه عايز يقوله باللسان الحال والمقال أنا كفانا أتشرب بصحباتك يا رسول الله حتى لو تقتلت أنا لما تقتل أكون سعيد جدا أنا تقتل عشانك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تبدأ رحلة الهجرة ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الدليل ومعه أبو بكر الصديق وهم مشيين في الطريق يحدث العجائب من أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورده إيه اللي يحصل أبو بكر يمشي قدام النبي شوية وورا شوية وعن يمينه شوية وعن يسار شوية فهنبي يتحجب أنت بتعمل كده لين قال ما حملك على ما صنعت يا أبو بكر قال له يا رسول الله أذكر الطلب يعني طلبك وريش لك ويدور عليك فأمشي خلفك وأذكر الرصد العيون والجواسيس اللي هم موزعينهم على الطرق كلها فأمشي أمامك وعن يمينك وعن شمالك لا آمن عليك أبدا يا رسول الله أنا خايف عليك جدا جدا يا رسول الله أبو بكر مش هم نفسه مش هم ولاده اللي سيبهم في بيته مش هم بناته مش هم أي حد إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فبعدين فالنبي يحب يختبره كده بكلمة ولو أنه أبو بكر مش محتاجه اختبار حبه للنبي شيء عجيب جدا لدرجة أنه هو في رحلة الإسراء المعراج كل كفار كوريش طبعا كذبوا النبي على السلام مش في رحلة المعراج النبي لم يذكر لهم رحلة المعراج النبي ذكر لهم فقط رحلة الإسراء فلو صدقوا الإسراء يحكي لهم المعراج لأن طبعا المعراج حاجة أقوى بكتير فلما قال لهم أنا أسري يا بي قال لهم ماذا حدث الليلة قال لهم أسري يا بي من مسجد الحرام في مسجد الأقصى في جزء من الليلة ثم عطت مرة أخرى قالوا له المسجد الأقصى الذي نقطع عليه أكباد الإبل شهرا زهابا وشهرا إيابا وانت في جزء من ليه روحت كده فالكل كذبه كل مشتكين فلما راحوا لأبي بكر قالوا له يزعم صاحبك أنه أسر يبيه ليلا من المسجد الحرم ومسجد الأقصى ثم عاد مرة أخرى قال إن كان قال كان لسه خبره ما وصلش أرادك إن كان قال فقط صدق ينزل جبريل عليه السلام في اللحظة دي على فكرة أبل اللحظة دي أبو بكر ما كانش اسمه الصديق كان اسمه أبو بكر بن أبي قحافة ما كانش اسمه الصديق أبو بكر الصديق في اللحظة دي فقط نزل هذا الاسم فنزل جبريل عليه السلام من فوق السبع سماوات يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا بك يا محمد؟ قال كذبني الناس قال لا لا يعني ما تشغلش بالك بهذا المضوع يصدقك أبو بكر وهو الصديق فإذا بأبي بكر لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم وهو سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر قال المشيكين لما سأله أبو بكر قال لهم إن كان قال فقط صدق أصدقه في أمر السماء ألا أصدقه في أمر الأرض صلى الله عليه وسلم فأبو بكر الصديق إنه بحب يختبره كده قال له يا أبا بكر لما كان بمشي قدامه وروي من شماله قال له يا أبا بكر ماذا بك قال أذكر الطلب فأمشي خلفك أمذكر الرصد فأمشي عن يمينك وعن شمالك أخشى عليك يا رسول الله لا آمن عليك أبدا قال يا أبا بكر لو كان شيء لو كان في أزى قتل أو ضرب أو إيزاء لأحببت أن يكون بك أنت دوني قال عجل يعني دي محتاجة كلام والذي بعثك بالحق لئن قتلت أنا فإنما أنا رجل واحد ولئن قتلت أنت يا رسول الله هلكت الأمة كلها فلما وصلوا إلى الغار أبو بكر الصديق قال له انتظر يا رسول الله فإن كان به أذى يكون به دونك يا رسول الله فدخل ومسح الغار كله فلم يجد فيه إلا تلت شقوق كده مفتوحة في الحيطة خد جزء مما لابسه وأطعه تلت جزاء وأطعه زين وسد الشق والتاني وجاء عند التالت ما فيش بقى حاجة يحطها فنم على الأرض وسده برجلين وقال الآن ادخل يا رسول الله فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ومن شدة التعب والإعياء رح نايم وحط راسه على حجر أبي بكر يا بختك يا سيدنا أبو بكر فمنقب عظيمة جدا جاء جائم من الجحر ورح لادغ أبا بكر أبو بكر مش عايز يتحرك مش عايز يقلي النبي عايزك تدخيل المشهد ده أنا عايز أقول لو أعظم مخرج على وجه الأرض ما عافش يجيبه النبي نايم راسه محطوط عب في حجر أبو بكر أبو بكر اتلدغ ثعبان أو عقرب ما جاتش في الرواية فاتلدغ فالسم بدأ يجري في عروب فمن شدة الألم ومن شدة التعب بدأ يبكي ومش واخد باله فدموعه وعمال بيتألم نزلت على خد النبي صلى الله عليه وسلم والدموع سخنة الدموع دافية فأول ما نزلت الدموع على خد النبي فرح استيقظ قال ما بك يا أبا بكر قال لدغته يا رسول الله قال وليما لم تخبرني شو بقى تأمل اللفظ وليما لم تخبرني قال له خشيت أن أوقذك يا رسول الله إيه المعنى أنا أموت بس أنت ماتي إلقش شوف المعنى الجميل شفت الحب يا جماعة حد يعرف يحب النبي الحب ده أنا أموت بس أنت ما تقلقش من نومك خليك نايم أنت تنام وأنا أموت ما تفرقش معايا فالنبي صلى الله عليه وسلم في ساعتها معجزة بقى معجزة للنبي وكرم الأبي بكر مسك الجرح بتاعه واتفل عليه فبرأ بإذن الله سبحانه تعالى الحتة الحقيقة سألت عنها جميلة الغار كان فيه عن كبوت وكان فيه حمامتين أو يا مامتين كانوا موجودين على الغار الحقيقة التي ذكرها عامة أهل العلم خلافا للحافظ ابن كثير في البداية والنهاية والرواية ضعيفة إن هذا ما حصلش ليه؟ وجود العنكبوت وجود الحمامتين ده يقضح في المعجزة قدر حاكم سهل بسم الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لو إن كان الغار عليه عن كبوت فين المعجزة؟ مفيش معجزة فيه عن كبوت مداري فما حد شاف للنبي ولا شاف أبي بكر إنما المعجزة هنا فين بقى دفتور العم المعجزة في إن أصلا لا فيه عن كبوت ولا فيه حمامتين والغار مفتوح وهم بصين ومش شايفين فأغشيناهم فهم لا يبصرون لدرجة لو تفكر حضرتك والحديث البخاري يا مسلم أبو بكر الصديق بقول له يا رسول الله لو نظر أحدهم هم أبو بكر الصديق قعد كده والغار كان نازل تحت قعد كده والنبي جام صلى الله عليه وسلم والمشيكين رجلهم فوق كده في المستوى ده فبقول له لو نظر أحدهم تحت قدمي ده مش بعيد خالص وخب بقى بقى شوف هم خدوا بكل الأسباب واختبقوا ومشوا في الاتجاه المخارف بقى نرحوا الغار وثلاث أيام مستخبين ورغم ذلك ربنا يقدر كان ممكن المشيكين ما وصلوش لحد هناك ويبقى خلاص الحمد لله ربنا أنا الجنب على السامة وابو بكر لا المعجزة مش كده المعجزة هخليهم يوصلوا لك ويقفوا قدامك ولو بص واحد فيهم تحت رجليه هيشوفك ومع ذلك والله ما هيشوفك شوف المعجزة في بقى شوف جمال المعجزة فالمم قاله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرأانا الكلمة اللي كانت كلها يقين وثبات وثقة في الله سبحانه وتعالى قاله يا أبا بكر عايز له انت قال لي يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالث هما لا تحسن خفشي إن الله معنا سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى